احتضلت كلية العلوم القانونية والاقتصادية بطنجة الملتقى المغرب الإسباني العاشر حول الحكامة الترابية والتنمية المستدامة الذي أضطره على مدى يومين أكاديميون وباحثون ومسؤولون الترابيون مغاربة وإسبان وعرف الملتقى المنظم تحت شعار نحو إمكانية دمج أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030 في برامج عمل وبرامج التنمية للجماعات الترابية مشاركة خبراء في التدبير الترابي والبيئة والحكامة والتعمير والمناخ من المغرب وإسبانيا وبالمناسبة أكد نائب عميد كلية الحقوق بطنجة المكلف بالبحث العلم والتعاون حميد أبو لاس أن الملتقى بالإضافة إلى أنه يعكس عمق العلاقات السياسية والأكاديمية بين البلدين الصديقين فإنه أيضا يفتح المجال للتبادل في مجال التجارب والخبرات المتعلقة بالتدبير الترابي ويمكن الجامعات من المساهمة في تدبير الشأن العام والانخراط في محيطها الترابي والاقتصادي طبعا هذا الملتقى والملتقى العاشر الذي ننظمه مع زملائنا بمالاقا مع جامعة مالاقا ومع بلدية مالاقا ومع مؤسسة سيفال وهي مؤسسة مختصة بتكوين القادة في الحاكمة الترابية وطبعا قمنا بتوقيع اتفاقية معها في يوليوز ماضي 2022 وهذا اللقاء هو اخترنا له موضوع لحاكمة الترابية والتنمية المستدامة نظرا لأهمية هذا الموضوع ونظرا لراهنيته ونظرا اليوم لما أصبحت الحكومات المحلية سواء على المستوى الإسباني أو الجهات والجماعة الترابية على المستوى الوطني تعطيه أهمية خصوصا أنها اليوم أصبحت تشغيل على إمكانية إدخال أهداف تنمية المستدامة السابعة عشر في إطار البرامج التنموية وبرامج عمل هذه الجماعة أشارت الورقة التقديمية للملتقى إلى أن التنمية المستدامة والأهداف السابعة عشر لأجندة 2030 أصبحت من أولويات الفاعلين الترابيين وخصوصا مجالس الجماعات الترابية التي صارت مدعوة لأن تروج لهذه الأهداف بماية باقي الشركاء ضمن مجالها الترابي مضيفة أنها أصبحت منخلطة في نموذج الديمقراطية والمركزية المتقدمة لتحقيق أقصى قدر من المردودية الاقتصادية والاجتماعية في المجالات العمومية أحضرنا الملتقى المغرب الإسباني العاشر منظم بجامعة عبد المالك السعدي حيث يعزز مبادئ الحكامة الجيدة وإعمال آليات الحكامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتحقيق تنمية متناغمة للمناطق الترابية باعتبارها رافعة لتنمية المستدامة عن طريق الديمقراطية التشاركية لتحقيق الحكامة الترابية كل هذا بصدد مناقشته في المنتدى المغرب الإسباني العاشر حول الحكامة الترابية الذي تحسدنه كلية العلوم القانونية والاقتصادية بطنجة وتضمن برنامج الملتقى الدولي المنظم بالتنسيق مع المركز الدولي لتدريب السلطات والقادة بمالاقا ومعاد الأمم المتحدة للتدريب والبحث جلسات تلامس إدراج التدابير في المشتريات العامة والتدبير الحضاري والمراسيم البيئية للسلطات المحلية في الأندلس للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة والوجهات السياحية الدكية كما هو معروف موضوع الحكامة الترابية من مواضيع المهمة والمطرقة في السنوات الأخيرة بحكم أن الحكامة الترابية تشكل نغطة أساسية في الإدارة الترابية كذلك التنمية المستدامة المعروف أن المملكة المغربية يعني قامت بفتح مجموعة من الأوراش التنموية المهمة ومسألة التنمية المستدامة تعتبر هدف من أهداف المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة في أفوق 20-30 كما لامست الجلسات الإطار الدستوري للحكامة الترابية والأدوات المالية في خدمة أهداف التنمية خاصة التمتع بالسكن اللائق والتوجهات الاقتصادية الرئيسية على المستوى الترابي بالإضافة إلى احترام مبادئ التنمية المستدامة والتدقيق الداخلي والحكامة الترابية حالة الجماعات الترابية المغربية عبد المالك العاقل لقناة ليون فان كاتر تنجا